اشتركوا في القناة اما لو اعتقد ان هذا ذكر مرتصل بالصلاة لا لانه اخر النهار فهنا يمنع لان العبادة لا تتم فيها الموافقة الا اذا اجتبع فيها ستة شهور ان تكون موافقة للشريعة في السبع وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان والمكان اذا خارفت الشريعة في واحد من هذه فلسا مشهور لو ان الانسان كلما دخل بيت تصلى رفعتين وقال هذا تطوى بالصلاة ما فيه نقول لا تقييدك هذا بدخول البيت ندعى لم يرد في الشريعة ان دخول البيت سبب لصلاة رفعتين فتكون مردودة على صاحبك وهو آثم ايضا فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسأل هل انت قيدته تبعا للصلاة او لانه وردك الذي تريد ان تقرأه في آخر نهار ان قال ان هذه نيتي فلا فلس عليه شيء وان قال الاول قل لا ايه ايه اذا كنت فاضح بوردي انا لا لانها صاحب العصر لكن انا آخر نهار لا شيء عليه